بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يوم الجمعة مساءً ليلاً ساعة الواحدة والنصف تم مداهمة بيتي من الأمن الوقائي الفلسطيني أجبروني أنا وزوجتي على تفتيش غرفتنا الخاصة فتشوا كل شيء المكتبة الرفوف الملابس الأوراق صادروا أشياء كثيرة منها الصراف الآلي بطاقات الصراف الآلي لأكثر من بنك التي تمتلكها زوجتي وأمتلكها أنا صادروا من منزلنا هواتف نقالة ثم بدأ لنا أنهم صادروا كذلك أو سرقوا خمسة خواتم ذهب أخذوها لم أعلم بها إلا لما عدت أمس من السجن قال الزوجتي أنا أفتقد خمسة خواتم ذهبية أخذوا من المصادرات قرابة واحد وثلاثين صنف كتبوها كأمانات عندهم من أوراق رسمية من أوراق أراضي أمتلكها أنا من الصرافات كما قلت التي أذهب بها إلى البنك وما إلى ذلك كانت معاملتهم معاملة استفزازية غير لائقة إطلاقاً ألفاظ غير أخلاقية ثم اقتادوني إلى خارج المنزل قيدوا يدي بالحديد أثناء ذلك كانوا قد اقتحموا منزل ابني المحامي لقمان وأوقفوه على الحائط لمدة ساعة ونصف وفتشوا منزله وتصرفوا تصرفات غير إنسانية منها تفتيش حتى حقيبة المدرسة لطفلته التي هي في الصف الأول اقتادوني اثنين إلى السيارة وجدت أمامي عشرات السيارات يمكن يكون عدد المسلحين والمقنعين قرابة مائة واحد تقريباً موسيقى ть المسلحين الم 60